أمين أخوة الأحبة أربض على قلب اليوم نتكلم عن آية كل مشهورة في الكتاب المقدس هي من أنجيل يوحنى 3 عدس 16 316 الكتاب المقدس يعلمنا قول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل أبنه الوحيد لكي لا يهدف كل من يأمن به بل تكون له حياة أبنية طبعاً لاحبنا هو أعظم هو حب وأعظم شيء يفضي نفسه من أجل واحد ثاني رب المجد شفنا كلنا خطوات كلنا ما وصلنا لهذه المرحلة التي تكمل للكمال في رومية ثلاثة يقول إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله وتبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بي يسوع المسيح كل المجد أمين مبارك اسمك يا رب طبعاً نحن كل الأنبياء من البداية الكتاب المقدس إلى نهايتها كلنا محتاجين لمجد الرب هذا كل شيء يأتي بجسد المسيح نحن نشوف يوحنخ مستعش ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه ولي أجل أحد باقي مبارك اسمك يا رب نشكرك يا رب من أجل فداء بسوق طبعاً هنا همينما يتكلم تقريباً على نفس الشيء المسيح فداء نفسه من الجنة أكو وصايا أكو وصايا بكتاب المقدس سألوا سيد المسيح ما هي أعظم وصايا في الكتاب المقدس قال المسيح فأجاب يسوع أحب إلهك بكل قلبك وبكل نسكة وبكل عقب هذه هي الوصية الأولى والعظمى والوصية الثانية مثلها أحب قريبك مثل تحب نسكة على هاتين الوصيتين تقوم الشريعة كلها وتعليم الأنبياء تحب الرب من كل قلبك من كل قوتك تحب جيرانك تحب قريبك تحب منما يكون مثل ما تحب تتعامل في عاملك هذا الشخص تتعامل أمينك وصية الثاثة هي أهم شيء فقد وصيها من أهم يوصية الثاثة وصهم الربي يسوع وصهم الربي يسوع بأن يذهبوا ويتلمدوا ويتلمدوا فاذهبوا فاذهبوا وتلمدوا جميع الأمم وعمدوا بإسم الأب والإبن والرها وعلموا من يحفظوا جميع ما أعوصيتكم جدا وأنا معكم كل أيام القضاء أمين طبعا المسيح كلامه صحيح وكلامه حقيقي وموجود وصادق وهو موجود معنا وقال كل اثنين ثالثة يتكلمون بإسمي آني الثالب الأشمار طلبون من الآب بإسمي يعطالهم مبارك اسمك يا رب يا رب نحمدك نشكرك يا رب نشكرك من أجل كل شيء من أجل كل شيء أخوت الأحبة نشوفكم فيديو ثاني سبعون على خير ربي بارككم